أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بدأت تنفيذ المسح الميداني لمعدلات وأنماط استهلاك الغذاء في إمارة أبوظبي وذلك بالتعاون مع كلية الطب بجامعة الإمارات العربية المتحدة وبدعم من مركز الإحصاء أبوظبي التفاصيل لدى محمد تركي أهلا بكم تأكس المشروعات الريادية التي تطلقها هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية التزام الهيئة بتحسين سلوكيات استهلاك الغذاء وتشجيع العادات الغذائية الجيدة وذلك ضمن مساعيها للحد من الممارسات الغذائية الخاطئة بين المستهلكين في إمارة أبوظبي واليوم تم بدء تنفيذ المسح الميداني لمعدلات وأنماط استهلاك الغذاء في إمارة أبوظبي ويأتي إطلاق هذا المسح ضمن جهود الهيئة الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على أعلى معدلات الأمن الغذائي ويهدف هذا المسح إلى جمع معلومات حديثة ودقيقة عن معدل استهلاك الغذاء للأفراد في مناطق الإمارة المختلفة وهذا المسح يشمل كذلك أنواع وكميات الطعام المستهلكة بالإضافة إلى تحليل سلوكيات الاستهلاك الغذائي كما يمثل هذا المسح الميداني ركيزة أساسية لدراسة سلوكيات استهلاك الغذاء في الإمارة من خلال تحليل عادات المواطنين والمقيمين المرتبطة باستهلاك الأغذية كما أن استخدام هذه المعلومات التي يوفرها أو توفرها هذه المسحات في تحديد الفرص الاستثمارية في القطاع الغذائي وتوفير منتجات غذائية جديدة تلبي احتياجات المستهلكين يمتد المسح حتى نهاية عام 2025 وسيتم تنفيذه وجمع البيانات عن طريق إجراء زيارات منزلية لعين من الأسر الممثلة للإمارة والتي تم اختيارها بعناية بالتعاون مع مركز الإحصاء أبوظبي المسح الميداني لمعدلات وأنماط استهلاك الغذاء في إمارة أبوظبي والبيانات التي يقدمها ستساهم في تقييم مستوى التعرض للمخاطر الكيميائي الناتجة عن استهلاك الأغذية الشائعة مما يتيح فهما أعمق لهذه المخاطر والعمل على الحد منها عودة إليكم مشاهدين في استوديو لومدار